موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم اخواتي اخواني مرحبا بكم فيديو جديد روتين جديد نبدأ نهار الحد دينا بتنظيف شوية انتم كما تشوفو نجمع الكوزينة هي اللولة باش نغسل شوية الخضيرة ومن ثم نشوفو شنو غادي نوجدو الاكل دينا الاسبوعي هنا نقيت شوية الكوزينة غادي ننظف شلابة بحلق اي نهار سوفي كنعمر شوية ديال ما هديك جابيل ديال اليمنتر كنديرغي شوية باش تديزنفكتي الميكروب اللي كيكونوا متواجدين في الخضار الفواكيه كمشلاتك تجي نقيقية لكن كن ولا بدا ندير الفل ننقيها ننقيها نغسلهها مزيان ونخليها تقطر جانبا كما كنت تشوفو مخليهات قطر مزيان عاد كن نضيرها في اليطابر صافي هنايا كالعادة انا قلت مبلية بهاد الفلفلاف الفررام شوية كتعجبني صوتي من بعد صافي كنضيرها في الفررام كنضي له شوية زويت البلدية نضيرها في الفرران من فوق ومن تحت شوية زويت البلدية من 20 دقيقة كتوجد غيا كتوجد صافي هنايا دائما كنضير كنوجد تشرميلة اللي نضير لسدر الجاج أزابر مع الدنوس العطرية اللي كتفضلون توما شوية مليحة حال دائما الروتين دينا هاد العطرية اللي عندي في هاد القويبسة كيسميوها موخو كاناريو كيجي فيها زوين كيجي فيها الماداق في الماكلة خاصة في في اللحم والدجاج سوف يعصر شوي هاد الحامض وغادي نشرمل صدر الدجاج كنقطعو من بعد كنقطعو كن باش يدخلو طياب ضغية وننخليه جانبا كنشرمله مزيان باش يشرب ديك العطرية ديالو صافي كي عجب ناغيب هاد طريقة فاش كيجي كيجي بحلم شوي وكات اكمبانيا في كل وجبة مع صالات او مع الليجوم ساوته او مع الرز هنا ها الففل اوجدات راكن نطقيها راكن تسخونة كات كوي صافي كننطقيها ما كان مكنن نطقيها ما كان مكنن نطقلها يا الففل كتكون مغسولة من قبل كتبقى في هاد كنسمه ديال شواء هاد حليم شوية نقوم بتحضير ملحة كامون وكامون ثومة وزويتة وقصبور ومشحرها فوق العافية نقوم بتحضير ملحة في العشاء مثلا فوق طوست تجيزوينا او بل قتة اخر انت ستجد هنا سلقت البيض بشيكون عندهم متوجد في الطار لا يحتاج الوحدي بدون تحضير ملحة او بلع العشاء المهم خصو يكون توجد اما سيما نضيف بيض مسلوق واخد السيما نضيف طرطيات باش الواحد ينوع شكولي فحالي كتعجز تنقي البيض انا كنعجز عليه كي يجنني كتبتا كتلسق فيه القشرة ديالتو واخا كنديرو في التلج وكلش انا كنقيت امه نضيرو في ديك الطويصة را كنت موجدة على جنب هان هادي نحب عفدك الطويصة صافي ويكون عندي واجد هاية الفليفلة واجدتها ونضي لها شوية ديال القصبور نحك لها شوية ديالتويمة بعد المرات كتكون عندي واجدة هاد القصبور ومعدنسو التويمة واجدة في زويتة بلدية كان قطعها في نديرها في القرعة ودابت سالاتليا هادا كشي اللي كان عندي واجد قطعته طري صافي شوية زويتة بلدية هادي الكروم كيمة كل اسبوع كنديرو على هاد الشكل كنشحره مع البصيلة وكنديرو شوية ديال الخليل تفاح شوية الملحة وشوية البزار وهنايا كنتبرت ليهم الروز بالحمص وهنايا غادي نديرو الكفيتة هاديك الطماطيش كاملة بصيلة نديرتها في الفران كفيتة كنت بحل دائما كنديرو على شكل كويرات كنكون دائرة لها الفرماج البصلة العطرية ديالها كل هالقوام ديالها كنخلطها نديرها في الفران من بعد ندير لها واحد جوج بيضات من الفوق كنتعجبني بهاد الطريقة هاكاكاكاو تاني مره كنديروها هامبورغي سيتات كيما شفتو في الايام السابقة الميل بريب السابق كنديرها على شكل هامبورغي سيتات ولا كنديرها هاكا البون ديقاث ندير لها البد هدا الكروم صغير صغير واركا يتباع اسميتك يقولوا له تلفات لي السمية دياله كيجيزوين مشارمل في الفران كيقولوا لها كل بروسيلاس بغياء كيطيب ندير لها شوية زيت البلدية شوية ملحة شوية كاموش شوية البزار ندير لها شوية الحرة صغير ندير لها لقاع الخضر كتعطيني السماء هنا شوية الحرة ندير لها ماشي بزافها شوية صغير نخلط كل شي نديره في الفران نديره في الفران لكي يستعمل لكي يستعمل في مرة واحدة نديره في طابر هناك الكفيتة حمرتها جيد من الفوق وهو كالروز مع الحمص لكي يستعمل هذه المشكلة من الليدل لكي يأتي الجوجة كبيرة وصغيرة لكي تشحر وستيك وشكل مقلب وحشة المقلب يكون لدينا فرماج صحي بزاف بحوتين هذه الكريمة منيسس من الكوكاو غير صحية وهادو جابوهم الليدل زوين إن هادي ستون بط ديال القوق وهادي ديال الزيتون غزالين البنات إلا بغيتو تجيبوهم الليدل غشري وهم تجيبوهم في هاد نافيداد هادو دي سوسيس فيجيطال نباتيين غزالين كي يجيو ربعا في الباكية بنتيك تتحمق عليهم تزوج ديالي كي يكلوهم صافيو دائمان تنتمي ديالنا بالفرماج والفواكه الجفا كنحاولو ناكلو مأمكان أكل صحي متوازين وهذا شاركو وشيروا لنا بلايك وتهلوا فرصكم إلى موعد آخر إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا